اجتماعنا اليوم اجتماع مهم مع مبادرة نداء اهل السودان بدعوة من الاخوة في المبادرة وكان وفد مقدر من التوافق الوطني التقينا معهم وتفاحسنا وتفاكرنا حول المبادرة المطروحة من نداء اهل السودان ونحن من جانبنا اكتنا لهم موقفنا الثابت حول التوافق الوطني بين كل السودانيين وان الفترة الانتقالية هي فترة توافقية يجب عدم اقصاء اي طرف من اطراف الفترة الانتقالية كموقف مبدئي من التوافق الوطني وكذلك استلمنا منهم نسخة من المبادرة المطروحة وهم طرحوا قدايا ايضا قدايا عامة بهم كل السودانيين نحن من جانبنا اكتنا لهم اننا سندرس هذه المبادرة وسنرد لهم موقفنا حول كل المبادرات